اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم بكل خير مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة أيضا مع مستشف الزارة في هذا البرنامج نقدم لكم مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بالجميع فأهلا ومرحبا بكم هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي من خلف المكروفون وفي التنسيق معانا حمد المعيوف وفي الإخراج ما شاء الله يعني عيسى سبيل موجود معانا اليوم الثاني على التوالي وطبعا البارحة ما كانت موجودة لكنها اليوم موجودة معانا دكتورة ندا الملة صبحت الله بالخير صباحك الله بالخير محمود وصباحكم الله بالخير جميعا وسمحوني وسمكت موجودة مثل ما قال محمود كان لنا تقييم للعيادات الصديقة للطفولة انت شو عندك تتحوسين من الصبح برا ما نطلع الهوة انا المتاخرة صحة انا من تسع ونص صيني انزيل شو الفايدة ما دخلت الستوديو تسع ونص ولا إن شاء الله من ستة ونص شربين ماء زي عموما مستمعين أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربع واحد أربع او عن طريق رسالة نصية على أربع صفر صفر ستة ما تزال يعني فعاليات معرض صحة العرب مستمرة اللي هو الأرب هيلث 2017 هذا التجمع للحدث السنوي الكبير اللي تستضيفه دبي وهو الأفخم على مستوى المنطقة ويقال أنه الثاني على مستوى العالم وفي بعض الأحيان يعني نسمع بعض الأشخاص يقولون أنه يعد الأول على مستوى العالم من حيث المشاركات ومن حيث نوعية الأمور اللي تنعرض في هذا المعرض عموماً اللي يبغي يطلع على أهم ما تقدم هيئة الصحة من خدمات وتطبيقات ممكن أن نزور جناحنا في الكونكرس بمركز دبي التجاري العالمي ما ننتقل إلى موضوع الإعلام الاجتماعي وأيضاً شو رسالتنا الصباحي اليوم يا دكتورة؟ اليوم الخميس الوينيس اللي كل حد يحبه سو الخميس هو ختام أسبوع حافل بالإنجازات والعمل فشو رسالتنا لكم يوم الخميس؟ اكسر روتين الأسبوع في عطلة نهاية الأسبوع وقم بعمل في عطلتك أي نشاط تحبه ولا يتعلق بعملك يعني عندهم ناس المتعادل تأخذ لأبطبات مالتها البيت أوراق الدوام البيت انسوا كل هذا من بعد ما تختمون الخروج يوم الخميس ركزوا يوم الجمعة والسبت على استغلاله في شيء أنتوا تحبونه بعيد عن أجواء العمل عشان يوم الأحد تردون بنشاط حيوية ومشتاقين للعمل أنت جو سوين دكتورة؟ والله أنا باطر عني تدريب سلامة جوزم العمل بس هذا الأسبوع بس لا بالعادة يوم الجمعة والسبت يكون أمية بمية للعائلة ومارس فيه هواياتي اللي هي خارج النطاق الطبي جميل إذن أمس دكتورة كانت هناك زيارة جميلة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي لمعرض صحة العرب وأيضا كان بمعيته سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نزاره معرض صحة العرب المقام مثل ما قلنا في المركز التجاري بمشاركة 4400 شركة يعني تخيل 4400 شركة بأدد بسيط عموما قال سموه نريد مجتمعا سليما معافا آمنا في صحة وسلامة في صحة وسلامة أفراده وحيويتهم وعطائهم لوطنهم ومجتمعهم وعرض جسموه على جناح حياة الصحة في دبي وطلع على أحدث برامجها الدكية لتوفير أفضل وأسرع خدمات خاصة بالرعاية الصحية للمرضى وأيضا اطلع على مشروع الملف الطبي الإلكتروني الشامل سلامة وغيرها من البرامج التطويرية الجديدة التي تعرضها هي تصحة بدبي كانت زيارتها لها أثر إيجابي كبير على العاملين في هذا المشروع وأيضا سموه كذلك اطلع على تفاصيل أخرى خاصة بهذا المشروع وكيفية انطلاقها والإنجاز الذي تم من خلال تنفيذ هذا المشروع فنتمنى لكل العاملين في مشروع السلامة البارحة ركزنا عليه أنت ما كنت موجودة لكن تكلمنا عن مشروع السلامة وأهميته بشكل كبير للأشخاص اللي سمعونا بيعرفون أن هذا المشروع كان يجمة الخير مشروع وطني كبير له الفايدة الكبيرة على جميع العاملين في القطاع الصحي وأيضا دكتورة المتعاملين صحيح هي فايدة أكبر بتكون المتعامل المحمود أكثر من الموظفين في القطاع الصحي المتعامل بيشوف كل معلوماته في مكان واحد سهلة الوصول حتى المتعامل نفسه بيكون لأبليكيشن يفتحها من البيت يدخل على المعلومات الصحية أي مكان ما يروح للحصول على خدمات حائلة الصحة معلوماتها كلها موجودة تاريخ المرضي كامل ما في ملف ما في أوراق ما في فرصة في ضيع ورقة ملف ناقص حول ملف من المكان إلى آخر فهي الفايدة الكبرى بتكون لكم أنتو كمتعاملين وإن شاء الله تسعى في إسعادكم إن شاء الله جميل إن شاء الله يا رب وننتقل حين الدكتورة لبعض الأخبار اللي نحن نحب يعني نعرج لها من فترة لفترة عندنا يعني من بين الأخبار اللي تقول عندنا لتناول الطعام مبكراً استراتيجية ناجحة لتخفيض الوزن قالت نتاج دراسة جديدة أن تبكير مواعيد الوجبات وتناول آخر وجبة رئيسية خلال وقت العصر استراتيجية فعالة للتخصيص وتعتمن تلك الاستراتيجية على الساعة البيولوجية للجسم والتي تنشط فيها عملية حرق الدهون والكربوهيدرات خلال ساعات النهار وتقل أثناء الليل تغيير مواعيد الطعام يقلل الشعور بالجوع مع الوقت ويزيد قدرة الجسم على حرق الدهون وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ألا باما لا تتطلب هذه الاستراتيجية لإنقاص الوزن تغييرات كبيرة في حجم الوجبات أو نوعية الطعام بقدر ما تحاول الاستفادة من قدرة الجسم على التمثيل الغذائي خلال ساعات النهار طبعاً عرض النتاج الدراسة في المنتمر جمعية السمنة الأمريكية الذي انعقد مؤخراً في لويزيانا وقامت المشرفة على هذه الدراسة البروفيسورة كورنتي بيترسون بإجراء تجربة شاركة فيها مجموعة من النساء ورجال يعانون من السمنة وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين تناولت أحدهما وجبات الطعام الرئيسية في أوقات مبكرة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر على الرغم من تناول جميع المشاركين كمية سعرات حرارية هي نفسة يعني إلا أن من تناول الطعام مبكراً كانوا أكثر قدرة على حرق الدهون والكربوهايدرات مقاررة بمن تناول وجباتهم في وقت متأخر وكانت تجارب مماثلة قد أجريت على الحيوانات قد أثبتت هذه النتائج وتتميز هذه الدراسة بأنها أجريت بمشاركة أشخاص من الجنسين يذكر ويناث وأظهرت النتائج أن تكرار تغيير مواعيد الطعام يقل الشعور بالجوع مع الوقت ويزيد قدرة الجسم على حرق الدهون وأنه يمكن أن يكون استراتيجية فعالة للتخصيص على المدى الطويل صحيح محمود وهي طريقة هذه تبعتنا مع مرضاي فترة فترات الفكرة ممنة بس أنك تستغل فترة الحرق يكون فيها أكبر ولكن إحنا بالعادة في مجتمعاتنا الخليجية متى هالوقت اللي إحنا مثل ما نقول خربط في الأكل شوي هي فترة العصر دائما تكون يعني العصر يطيح الفالة والناس تبدأ تاكل السعرات الحرارية زيادة خارج والأجوات الأساسية فلو إحنا طبقنا هالنظام في حياتنا إحنا كخليجيين إحنا متعودين العصر نيلس وفالة ويكون أكل محطوط فشو بيستوي أنت لما تتغدى مثلا الساعة ثنتين 13 ساعة 6 ما بيكون عندك مجال لأنت تزيد سعرات حرارية غير ضرورية من خلال المكسرات والشيبس والأشياء الإضافية ويقول لك كل اللي تبغيينه هي بس الفكرة كل اللي تبغى في الوجبة الرئيسية وليس خارج الوجبات فأنت لما تجدم العشاء بالعادة العصر كل واحد تحس كيلة شوي كيلة شوي خفيف كيف سكتها اليوم مثل ما نقول في الفالة اللي تكون حطة في البيت فواكه كسرات والله في بيوت تكرأ تكون كريمة وايد يعني في الفالة العصر فلو جدمت العشاء أنت بتشوف فالة وعندك عشاء بتاكل العشاء أفضل من تخربط في الفالة بتاعت تستهلك سعرات حرية أقل خلال يومك والله دكتورة يعني أنا تصور هذه استراتيجية أنا حولت اتباعها الفترة الماضية ما دي أنت شايفة النتائج ولا والله أنا بديت يعني عقب الساعة ثمان ما قمت أكل ممتاز هو أخطر شيء محمدت الأكل الليل أخطر شيء أنا انصدمت انصدمت بأن الوزن نازل عندي تقريبا أربع كيلو البارحة أوزن أربع كيلو بعد فترة يعني قولوا ما شاء الله فانصدمت الصراحة تيوب تغيير بسيط معنا احتمال تتاكل نفس الأكل اللي كنت تأكل ساعة عشر أو ساعة دعش وانا من ذات شمت ما دخلت للجم حتى شوفوا يعني ما العلاقة بالنشاط الرياضة عشان ما تقولون لا يمكن يحرك سعرات أكثر خلق في الجم أو في الرياضة لا نفس يعني هو نظام حياته اليومي ونفس السعرات ولكن غير مواعيد الوجبات احنا يعني دائما نخاف منه هو أكل الليل المتأخر الناس تقول احنا نيوع ويد ناس تقول دكتورة تراليو تعشر ثمان ساعة دعش نذكر واحد من ديكاتر شو كان يقول كان يقول إذا كلت في الليل أنزيل لا ترقد يا أخي عقب خمس ساعة ترقد يعني أفضل لك أنك أنت ما تنام بعد الوجب عن أنك أنت ترقد صحيح صحيح أكيد محمود أنزيل طولنا على المستمعين ونطلع فاصل دكتورة بعد الفاصل إن شاء الله ما تواصل ومعندنا العديد من المواضيع فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا 600-55-14-14 أو عن طريق الرسالة النصية على 400-6 اللي حاب يتواصل معنا عنده أي استفسار عنده أي معلومة عنده أي أبقول شك وملاحظات حول أي موضوع صحي أو طبي ممكننا يتواصل معنا على الأرقام اللي ذكرتها معايا في الستوديو دكتورة ندى الملة هلا محمود أهلي أكيد استفقدتوني أمسح والله يعني أنت تعرفين فاكهة البرنامج دكتورة نحن ما نقدر نستغني عنك ما حد قالي يمية الصبح دكتورة استفقدناش كان السوديو خالي شيء ميثة وايد اش اسمه ميثة حليلة قالت قالت لوت نزيل عموما دكتورة نحن كنا نتحدث عن الأنظمة الغذائية أن الواحد يعني عنده استراتيجية جميلة أنه ما يأكل بعد الساعة مثلا سبع أو حسب هنا في الدراسة طالبين بعد الساعة ثنتين قالوا ثنتين أربع عادي في أمريكا دكتورة لأن الوقت شوي وقتهم هناك يغير اي اختلف لكن هذي استراتيجية ناجحة لنقاص الوزن عند الكبار الأطفال دكتورة شو التغذية السليمة اللي ممكن واحد يوفرها للطفل على أساس أن نحن ممكن نحارب مسألة السمنة عند الأطفال ما شاء الله عيالها اليومين نفاخات ما شاء الله عليهم مربربين وفي نفس الوقت لو ما دام تقول تحصيلهم العلمي أقل بطيء بطيء أو أقل والدكتورة المشكلة وين المشكلة أن الأمهات بالتحديد لا أنتوا بسم الله عليه ما هدري كذا ما في شي وانتوا اليدات اليدات لا تحرمونا أعطوه خلي أكل كلنا كنا ما سوا فينا شي نزيل شو هي التغذية السليمة للأطفال شوف محمود هم في دراسة سوقوها أول شي نقول بالنسبة للأطفال ترى أبدا ما نستخدم كلمة حمية غذائية عند الأطفال يعني ما في أم تقول طفلي وزنه زايد ولازم أسوي له رجيم ما في شي اسمه رجيم أو حمية غذائية للطفل لأن الطفل حاجات الغذائية وكمية الأكل هو يأكلها مختلفة عني أنا كشخص كبير ما أقدر ألزمه بحمية غذائية معينة ولكن هالسؤال دائما يقول الأمهات إذن إذا أنا ما رم ألزمه والطفل بالعادة ما يكون جدا متعامل يعني مثلا ما تقول لها ماما لا تأكل بعد الساعة الفلانية أو لا تأكل شي فلاني الشي اللي أنا أقدر أسوي إن أنا أعيد تصنيف الأكل اللي نحط في أكل الطفل مثلا معظمنا الحين لما نروح بداية الشهر نروح الجمعيات ونشتري كل هذا والكاكاو ونحطه في البيت أنا شو أعطي رسالة للطفل إن هذا أكل تقدر تأكله لأنه نحط لنا في البيت كوني نقيبة في البيت أنا أعطي فعلا فكرة للطفل إن هذا مسموح أنك تأكله ما يستوى أحطه عقوبة أقول له والله ممنوع تأكله تسمحي لي الدكتورة بس أخذ هذه المداخلة من أم خليفة ونرجع مرة ثانية نكمل حديثة نتفضل أم خليفة أم خليفة صباحكم الله بالخير بالنور والسرور صباحكم مثل ما تقولون صحة وسعادة راضيها بحضة وراضة وراضة وايد سبحان الله يعني مناسب الله يحبطكم يا رب شكرا لت أنا دائما ويد أسم من جهودكم بس كانت عندي ما أعرف أقول لأقتراح ولا إذا كان موجود فضل أيها أنه مثل ما نقول يتكثف أنا أتمنى من كل طبيب بسرة موجود في أي مركز من المراكز الصحية اللي تابع للأحياء يكون عند الجانب التكتف قبل ما يكون علاج ممتاز لأنه ويد بيستاهم في أنه نختصر ويد مراحل ونوفر ويد موازنات على الدولة وفي نفس الوقت نحن نوفر مثل ما دوني صحة صحيح طبيعة حياة نمط حياة يعني ما عليه نحن نحن هنا وإذا كم الله الخير تطبيق سلامة ونزل وإن شاء الله بيكون هذا شيء وايد بيكون التأثير على الجميع وبيساعد للأطباء وبيساعدنا الطبيب بيقدر يشوف أن هذا المريض مثلا شو الأعراض التي تتكرر عليه هذا إذا 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 قدرنا نوصل حقنا يمكن سبحان الله نختصر وايد من الأدوية اللي يستصرف حاليا إرشادات نركز على التفقيف أكثر ما يكون علاج نكون وقاية نبتدي بالوقاية صحيح فأنا أتمنى إذا كان هذا الشيء موجود دكتورة ندى أتمنى أن مثل ما نقول نحن نكثف ونعلن عنه الطبيب يعلن هو يبادر هو يقول المريض شو رأيك مثلا نشوف التفقيف قسم التفقيف عندنا في العيادة هم بيقدرون نستعدون أنا أعتقد موجودين خليصة أنا وحدة من اللي أراجع العيادات وموجودين ونحن عارفين هالشيء لكن ما في تركيز ما في إعلان للجمهور ما في إعلان مثلا المريض لا يعرف أنه هالخدمة متوفرة لازم هو يدور ونحن مش كلنا نفس المستوى الثقافي ولا للطلاع عنه معني مخير أنا بجاوب إن شاء الله جاوب كامل على سؤالت شو مهم أنت طلبتي أن يكون طبيب عائلة موجود هو يثقف المرضى ترى حنا دائما نقول طبيب العائلة 70% من العلاج يتم عن طريق التثقيف و30% يكون علاج عن طريق الأدوية أو التحويلات أو شي ثاني فدائما عشان شيحي دائما نقول اختر طبيب العائلة اللي أنت ترتاح لتحس أنه يعني يمتدخل عنده يتكلم معاك يشرح لك حالتك الصحية سواء كنت مريض أو لا يشرح لك يا وتابع حاولوا تتابع مع هالطبيب زائد أنه إحنا بدينا تقريبا صارنا أكثر عن تقريبا سنة عندنا الفحص الدوري الشامل الوطني الفحص الدوري الوطني الشامل اللي متروحين العيادة الدكتورة بتلاقين تسألش أسئلة وايدة وتطلبش كل التحاليل وهالفحص الغرض منه الكشف عن الأمراض قبل ما تصيبش أنت فتلاقين حتى السلسة تاخذ وقت وتعبيلش فورما طويلة وينعاد هذا الفحص مرة كل سنتين فهذه خطوة ثانية بعد للكشف المبكر عن الأمراض ورقم ثلاثة إحنا دائما نقول للمتعاملين حتى يميون يقولون دكتور ما شرح لي أنت كمتعامل أنا يما نروح أي هيئة أنا كمتعامل الحق أني أطلب أقول دكتور اشرح لي أحيانا متعامل يستحمل تقولين أستحقوا دكتور اشرح لي أخاف الدكتور مشغول طالما أنت داخل العيادة ليش الحق أن تطلبين من الطبيب أن يشرح لك عن حالتك كاملة أحيانا يستوي أن الطبيب يكون مشغول العيادة تكون جدا مزدحمة والطبي مثلا عنده حالة طارة أو مرضى واجي تريون برا ممكن تقولين طبيب العائلة دكتور أعطني موعد أو قل لي متأيك يوم ثاني بالعادة بيقولش تعالي مرة ثانية باتشر أو وراء باتشر أول الصبح بقعد معاش بيعطيش وقت العيادة تكون أهدى لأن تعافين مع زحمة المرضى تلاقينا حتى الطبيب يكون تحت بغط يعني ما يقدر حتى يعطيش الوقت فدائما تكلمي مع الطبيب وقل لي انتي شو تبين والطبيب وإن شاء الله يعني بالفعل نحن نتمنى من الجميع أنه ما يستحون من الدكاترة يسألون اللي يبغونه يعرفون الحالة بالضبط شو هي وياخد تفاصيلها نرجع لموضوع الأطفال والسمنة عند الأطفال دكتورة في عندي سؤال أحمد عري يسر يقول شو الوزن المناسب للأطفال حسب الأعمار طبعا ها في جدول طويل محمود لو رحت أي عيادة بتلاقي في قسم صحة الطفل وفي قسم الأطفال في معادلة معينة نحسبها في مثل الكبارين لحد الكبار مثلا ما تقدر تقول مثلا لازم كلنا نكون ستين أو كلنا نكون خمسة وستين في مدى محدد للوزن بس بخصوص الأطفال محمود بقولكم بس حق الأمهات أنه كيف تأثير الأكل مهمو بس في زيادة الوزن ولكن حتى في التحصيل العلمي في دراسة سواء في أمريكا عطوا أطفال كانوا يأكلون فطور عادي الفطور العادي نأكل في البيع ممكن يكون رقائق فطور أي شيء أو ما يأكلون فطور وعطوا أطفال آخرين فطور مغذي فيه جبن وخبز وبيض وعسل فطور مغذي وقللوا من السناكس أو الأكلات الغير صحية اكتشفوا أن الأطفال تعبوا من أي عمر من عمر الكي جي كم عمر يكون الطفل أربع سنوات تابعوهم أطفال من عمر الكي جي لين الصف الثالث لين الصف الثالث وحتى عقب مددوها لين عمر للطفل الصف الثاني عشر يعني طول سنوات الدراسة اكتشفوا أن الأطفال لما حولوا تغيير بسيط في أكلهم من الأكل العادي للأكل الصحي في الرياضيات وفي القراءة وفي المعادلات زاد عندهم الاستيعاب والأداء سبعة عشر بالمية سبعة عشر بالمية يعني قفزة كبيرة وشوفوا من عمر الصغير جدا يعني عمر الأربع سنوات فشوفوا تأثير الأكل كيف حتى مو بس في صحة الأجسام حتى في صحة عقوب الأطفال خاصة اليومين دكتورة يعني العيال ما يتحركون ممثل الأول كلك قاعد يعمل للأيباد الأيباد على الأجهزة الإلكترونية التلفزيون السينمات المنزلية كان زين تلفزيون حيما يطالعون تلفزيون بعد أنا مالأول أقول تلفزيون ما في تلفزيون أيباد لا يريد بعد محمود أيباد المشكلة حين تلفونات يعني الأيباد على الأقل شاشة أوسع التلفون الصغير يعني لو أنا شلها التلفون الطفل قاعد عليه طول الوقت يعني تخيل صغر حجم الصغر اللي تتحرك على التلفون هذا جدا خطر صحيح صباح السعادة بخصوص التطعيم للأطفال ابني عمره عام وبدأ أطعمه موجود زيارة وين أوديه أقرب مركز صحي بس هو يا زيارة حتى لو زيارة عادي يقدر عادي 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 ما في مشكلة طيب تروح أقرب مركز صحي هي وين ساكنة حاليا تروح للمركز هناك بس المشكلة ممكن يكون بعض الإجراءات إن دفتر تطعيم القبلي شو تطعيمات الهيلاء فبس تتوجه الأقرب مركز الصحي يعطوهنا إن شاء الله الفائدة في قسم صحة الطفل قسم صحة الطفل وإذا تبغي واصل يروح البرشة عندك كل الواسطات عند البرشة ها؟ فالك طيب محمود يلا رح أسأل عن دكتورة ندى وهي ما تقصر إياك إن شاء الله عموما مستمعين نحن وصلنا إلى فاصل بعد الفاصل ما أرجع لكم إن شاء الله والمزيد من المواضيع اللي عنده أي استفسار ملاحظة عن أي شيء أي موضوع نمغ اقتراحات يا جماعة الخير مثلهم خليفة يزاها الله خير يعني هي وصلت ملاحظة وأنا أرى هو اقتراح يمكن الدكتورة المحتاجين لورش عمل زيادة للمستمعين محتاجين للعملاء محتاجين إلى توعية أكثر للأطباء يمكن بضرورة إنه ما يخلي حتى لو المريض نفسه وما سأل هو يوضح له مهمت أنه هو يوضح له أكيد محمود أكيد واجب الطبيب لازم وبعد أنتوا ذكروا الدكتور حتى لو نسى يعني أحيانا ضغط العمل يمكن يبغي يخلصه بسرعة يبغي يشوفه أكثر عدد يعني يعالج الحالة المرضية لليوم أنت ياه حقها حتى ما يكون عنده وقت يشرح لك إذا عندك أشياء ثانية فأخذوا موعد مننا قولوا ما أنت أقدر أي كل مرة لهاية شوفوا هذا النظام سلامة بيوفر علينا وائد مواطع بهذا الخصوص عموما فاصل وراجعي إن شاء الله صحة وسعادة سعد الله وقاتكم وراتنا أخرى مسمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي طيب الآن يعني عندنا الكثير من الأبحاث والكثير من الدراسات التي يعني تتناول العديد من المواضيع اللي قد تكون يمكن فيها يعني صناعات الأدوية أو الأدوية في شو تدخل بالضبط وكذا لكن من بين الأشياء اللي اكتشفوها المضادات الحيوية سوف تكون يعني ذاهبة إلى الزوال كيف دكتورة؟ يقول لك تمكن علماء هولنديون من التوصل لدوافة عالي يمكن أن يكون بديلاً للمضادات الحيوية التي يتراجع مفعولها بشكل متزايد بسبب المخاطر الصحية التي تسببها هذا الكلام صحيح؟ صحيح وبحسب التجارب الأولية فقد أظهر العقار الجديد قدرة كبيرة وفاعلية عالية في القضاء على البكتيريا والجراثيم فيما يقول العلماء أنه من غير مرجح أن تتمكن الجراثيم والبكتيريا والالتهابات من مقاومة العلاج الجديد ويتوفر العلاج الهولندي الجديد على شكل مرهم يتم دهنة على البشرة على أن العلماء يعملون من أجل توفيره في شكل حبوب أو لقاحات يتم حقنها في الدم ليعوض المضادات الحيوية التي أصبحت تدريجيا عديمة الجدوى هذه مقدمة لدراسة كبيرة سووها في هذا المجال ويكتشفوا أنه باختصار قال ماك جافوك الأستاذ بجامعة الستر والمتخصص في علم وصف الأدوية أن الأزمة ستكون بحجم أزمة مرض الإيدز وتوقع أن يصبح جسم الإنسان مقاوما للمضادات الحيوية وأنه يتعين التوقف عن إجراء جراحات كثيرة تحتاج إلى استخدام المضادات الحيوية أثنائها وقال أن أنواعا جديدة من المضادات الحيوية يجري تطويرها بحيث يصعب على البكتيريا أن تصبح محصنة ضدها وهي تعمل بنفس الطريقة التي اعتاد الجسم عملها لتخليص نفسه من العدوى البكتيرية أنا ليش قريت هذا الخبر دكتورة أو هذه الدراسة لأنه وطبعا دراسة طويلة بس اختصرت قدر الإمكان لأن دكتورة الفترة الأخيرة لاحظنا أن الكثير يأخذون المضادات الحيوية من غير واعي دكتورة صحيح محمود من غير وعي من غير وصفة من غير داعي بنصيحة من أخت من أخو من جار يأخذ المضاد على الأمل أن يشفون من اللي هم فيه صحة منزيل دكتورة حد يسأل شو تشجعين في الكرة؟ لأسف ما لي في الكرة منزيل في سؤال مهم يقول جدا لاحظ في الفترة الأخيرة أعطال أمهات الدواء أدول للأطفال كنوع من المنومات شو خطورة هذا الشيء؟ كمنوم الأدول ما تسوي لهم أنا عندي شسمة واحدة من لها الدكتورة عيالها أول ما تركب الطيارة عطتهم أدول كحة عشان شو ينخمدون ولي أدون العالم هي مزارة الخير يعني بس هي مزارة الخير في الناس اللي معان في الطيارة ترى هي ممارسة مو بيديدة محمود وايد ناس تستعمل أدوية الكحة للأطفال في أدوية كحة معروفة عشان الطفل ينام يمنقونا هل تقول دكتورة عادي هي مرة وحدة إحنا لا ننصح فيه أبدا 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 ليش أو شي نعطى من غير داعي ثانيا الطفل لما يركب الطيارة اختلاف الضغط الجوي والطفل نايم انتي ما تعبي شو ممكن يستوي فيه ينخفض الضغطة ينخفض السكرة خصوة لو الطفل مم يتعب يتركب الطيارة واي مثلا انتي ما تستفر مثلا في السنة 4-5 مرات مثلا مرة كل سنة أو أول مرة الطفل يركب الطيارة فنقول لأم هات ممكن أم يتقول إذا أنا كيف أصرف طيارة عندي رحلة 6 ساعات شو أسأل مع الطفل عمر سنتين أو سنة دائما دور البدائل السهلة الأسهل من إعطاء الدواء مثلا أولا حرصي أن الطفل خليه يتعب قبل ما يركب الطيارة خليه يكون تعبان بحيث أنه ينام في أطفال لو أنتي تعرفين طفلك ما ينام أصلا على الطيارة خليه يشبع رقاك قبل ما يركب الطيارة ليش؟ الطفل ما يكون نايم يكون مزاجه سيئ يبدأ يصيح ويكون ممرتاح وما يبقى أي شيء فعشان ما يزعج ويزعج الباجين والله قبل طراق واحد محمود حرام عليك طراق ما عليكم وسيدة محمود خليه آخر شيء آخر خطوة خطة سين نحن خطة ألف وباوتا نزين فبخصوص النوم رقم اثنين دايماً احرصي تكونين معاك ما أخذه سناك صراحة الأطفال لو شغلت الحلج عندهم تلاقيها أهدة يكون في المكان فهو ياسد قولي لهم عن الأكل لا أكل الصحي مثلاً ممكن تأخذين فواقه مجففة ممكن تأخذين فواقه العادية ممكن تأخذين مكسرات اللي مش مملحة ممكن تأخذين حتى ترى الشيبس محمود فيه شيبس صحي ما يقول مقلي يكون مخبوز ممكن تخذينها على الطيارة بعدين حرصي لتعطين طفلك سواء الكفاية ترى حتى الجفاف وهو الطيارة نفسه يزعج الطفل وايد وبعدين دائماً دائماً يقول الأهل أنتوا تحكموا بعصابكم أولاً ترى الطفل حتى لو كان كبير أو صغير يحس لما الأم والأبو متوترين يعني إذا أنت بدأ يصيح وأنت توترت في الطيارة تلاقي الطفل يتوتر أكثر ومع التوتر ما تفقد زمام التحكم بالأمور فخلك أنت هادي أو شيء على الطيارة عشان تقدر تهدي هالطفل وترى نوباتي الصياح طوية على الطيارة تكون بالعادة بسيطة منزعج من شيء الضغط في إذنه مو مرتاح متملل من اليلسة وترى حمود بالعادة طاقم الطيارة يكون ولي متعاون ممكن تخلي مثل يتمشي في الطيارة إذا مسموحنا تفتحون الأحزمة تاخذوا له آيباد فقط للطيارة رحمة بالمسافرين الآخرين ممكن تخدم معهم آيباد على طاري آيباد دكتورة في باحثة سعودية ابتكر التطبيق إلكتروني تفاعلي لتحسين التواصل لدى الأطفال التوحد وزيادة المهارات المكتسبة لديهم هذا التطبيق يحتوي مجموعة أيقونات يعني الانفعالات والمشاعر بالصوت والصورة تساعد طفل التوحد على التعرف عليها وتعلمها وأيضا فيها أيقونات الألوان بالصوت والصورة التي تساعد على التمييز بين الألوان ويقونة التعرف على أجزاء الوجه التي تساعد على تحسين إدراك الطفل الطفل التوحد أن يتكلم عنه وتمكنه من استعمال المفردات الصحيحة ويدعم التطبيق اللغة السهلة البسيطة بالنسبة للطفل في التوحد وتم تصميمه طبعا باستشارة مختصين وهذا التطبيق ما زال يعاني في طور التطوير والتحسين بيتم العمل على النسخة الكاملة التي تتضمن العديد من المميزات والخصاص الأخرى هذا التطبيق اخترعته أو سوته أو ابتكرته نوف بنت خالد حماد وقالت أنه تواصلت مع ثلاث مراكز تعنى بالتوحد في منطقة المدينة المنورة وعرضت فكرة التطبيق على المسؤولين بها فرحبوا بالفكرة وقالوا هاي خطوة فعلية في طريق تنفيذ المشروع وقدموا لها المشروع في كافية تنفيذ التطبيق ليناسب أطفال التوحد يعني زاد من حظوظ المشروع باكتمال بمبادرة من بنك الرياض بتبني المشروع بعد الانتهاء منه مشددة على أنها تنتظر بصبر ونافذ أن يصبح التطبيق جاهز وممكن ليستفيد منه أطفال التواحد في مختلف أنحاء المملكة طبعا هذا مو بس مختلف أنحاء المملكة حتى في دول الخليج ممكن الكثيرين يستفيدون من هذا التطبيق وهذا هو الاستغلال الأمثل لوجود الطفل ونحط له مثلا في دي آيبات ولا نحط له لأجهزة اللوحية بشكل عام أفضل الاستغلال هو هذا الاستغلال عندنا في هيئة الصحة تطبيق جميل اسمه بطوني سمكة بطوني هذا التطبيق دكتورة يخلي الطفل يقعد ويعلمه كيف يشرب ماي هنزين الشغلة الجميلة اللي نحن لما تكلمنا قلنا ربنا نحن الآن يعني أنتو لما يسوون هذا التطبيق هيئة الصحة قاعدين نحن نوصل الناس أنه ما يخلون الطفل يقعد ساعات على هذا على الآيبات تخيلي شو اللي يمسوينا لهيئة يمسوينا شغلة جميلة جدا أن هذا التطبيق في له موعد معين مثل تايمر عنده يدخل الطفل ويقعد على تايم معين ما تذكر ما بين عشر دقائق يمكن يقعد يلعب هذي اللعبة وبعدين السمت شا تقول له وقف ماذاين روح وارجعلنا بعد مثلا ثلاث ساعات أو أربع ساعات هذي فكرة اللعبة يبالك تنزل التطبيق محمود محمود ترى ما يشرب ماي أنا ما شرب ماي أنا ما شرب ماي نحن نقعد في الساعة ما تشرب ماي ترى ماي جدا مهم حتى لو جو بعرض ترى لازم تشرب ماي شوف أنا دايما أزيز ما يبيني ماي أنا يبيني ماي دايما أنزي هذا الماي مبصحي مالك ليش منو قال ما أدري أنا شي شي لا لا هذا ماي زين زين كلا الماي زين كلا الماي زين عموما في سؤال يقول هل هناك جدول دايت للأطفال مثل ما قلنا ما في رجيم خاص للأطفال لما الأم الطفل يكون عندها زايد الوزن نعطيها نظام غذاء يشمل الأكل العادي بس بكميات محددة واستبدال بعض الأشياء بس رجيم قاسي للطفل لا ما فيه أبدا لا ما نصح برجيم قاسي ترى حتى الأطفال محمود نمنع الأم أن تعطي الطفل حليب منزوع الدسم أو قليل الدسم لازم تعطيه حليب كامل الدسم حتى الفيتامين دال هو أحيان دكتورة إذا تلاحظين حتى القضية يما نشوف الطفل سمين أو كذا نحن نشوف العائلة الأب والأم يعني يعانون من السمنة أيضا ثم أنظم الأحيان صحيح هل هذه وراثية أم لا هي هي عادة غذائية خاطئة هي عادة غذائية خاطئة تمشي في العائلة يعني مستحيل أبو والأم بينهم وراثة يعني أتفكر الأب والأم ما فيه بينهم عامل وراثي بس تلاقي بالأحيان محضم الوقت يكون الزوج أو الزوجة وزنهم زايد تلاقي دائما بالعادة الطرف الآخر يكون وزن زايد إلا لو مثلا واحد منهم لا يبه يتمع نظام غذائي صحي ما يبهو وزن زيد بس بالعادة تلاقي يعني أو الزوج وزوجة يمشون بنفس النظام الغذائي اللي أن يأكلوا في نفس البيت يعني ومنشيل نفس العادات الغذائية فليش Еحا psychic دائما نركز أنه أنت تكون عاداتك الغذائية الصحيحة لأنه حتى لو الطفل صغير حتى لو عمره شهور يتشوف أنت كيف تأكل وشو تأكل وينزرع فيه أن هذا هو الأكل الصحيح أو هذا هو الأكل الصحي بالتالي إحنا لازم نعطي لأطفالنا بطريقة تصرفنا في البيت لعادات الغذائية الصحيحة طيب ممتاز دكتور أنت تكلمت عن المزاج السيء عند الأطفال أحيانا وقلت بعض المسببات أنه ممكن يكون يعان ممكن يكون يعان مبنى معدل شيعة ورا بعد ممكن يكون مو مرتاح في المكان مثلا الكرسي مش مريح اللبس ولابسن مش مريح تكرر من الجوتي أحيانا يكون مش مريح نعم هذا الصوت عندنا أو برا ما عارف قلت لي طيب هذا بالنسبة للطفل الآن المشكلة وين المشكلة إذا كان المزاج السيء عند كبار السن هذي لكيف يعانجون المزاج السيء هو تشوف محمود يعني تلاقي معظم الناس أنا أقول لك ريايل ريايل إذا يعاني مزاجهم سيء ملا آخر نشكل ريايل يقول نفس الجبلة حتى في الدوام يقول الدكتورات هذا كل يوم ما دي بني يقوله في العيادة يقول إذا أحد يتشكى ريالهم عصب يعزموه على شيء يأكل بيهدى ليش الريايل مرتبطة عندهم العصبية بالأكل يسمون هرمون السعادة يعني عندهم أعتقد ممكن والله أه هذي لدينا عيادة يكون عندهم الله يحفظهم الناس الكبار في السن في البيت يقول الدكتور أربع ساع أمي معصبة أبو أربع ساع معصبة ويهزف في اليهاء والبشاكير هذي قليل. يعني ما عندها طولة البال اللي عندنا احنا. يعني احنا حتى احنا كشباب تلاقي بالنا يكون مبطويل في بعض المواقف. فهم في هالعمر ما يكون عندهم طولة بال. ما يستحملوا. يعني ممكن لو ولدك انت قاعد في بيت مع ابوك وامك الله يحفظهم. ولدك صب قلاس ماي ما استوه شي بس تلاقي ابوك يحتشر وامك يتعصب وياكم يخربون البيت. هذا شيء عادي ما يكون عندهم طولة البال. واذا كانوا مرضا وتعبانين يعني الام واليد واليده تعبانين بعد اكثر يساعد. يعني يكون هو تعبان سكر ممتظم. يأخذ ادوية وايدة. والدكتور كل ما يروح له يقول له امش حرك ريولاتك وتي يزعل على الدكتور اكثر ويهزب للدكتور. بس ما علي. قاعدين المسجات تقول صاح الرياي اليوم يوعون يستوون وحطين فيستي شيطان اللي في جسمه ومعصب. بنوا مغرفنا. اذا كانت العادات الغذائية صحيحة والوزن ما ينزل شو الاسباب؟ في وايد اسباب محمود ان يكون احيانا انت تفكر ان عاداتك الغذائية صحيحة بس ما تكون بمية صحيحة. ممكن في هرمونات مثلا كذلك. في هرمونات واحيانا ممكن عاداتك الغذائية الصحيحة بس انت قاعد تاخذ سعرات حرارية اكثر عن حاجة جسمك. واحيانا وايد يكون سعراتك الحرارية صحيحة ولكن تحتاج انك تحفز الجسم بالرياضة. في سؤال يقول الدكتورة شو سبب اغلبية الاطفال حديثين الولادة عندهم بصفار؟ هذا شي عادي محمود انه وايد في اطفال ترى المعظم الاطفالين والدون عندهم بصفار هاي يسمون فزيولوجيكال جوندس او البصفار الطبيعي يعني. اللي يكون بسبب دم الام حليب الام لما الام ترضى على الطفل. هذا جدا عادي تكسر بسيط يستوي في الدم ما يخوف بس احنا دائما نقول الاهل لازم تتابعوا. يعني تلاقوا المستشفى تفحص البصفار عند الطفل لما يطلع المستشفى يريد شي يكون لك اياه ويقول لك اذا رحت عقب يوم او يوم من خروجك من المستشفى روح اقرب عيادة وفحصها. لا تهملونه لان شو خطر البصفار؟ لا اذا ارتفع لا سمح الله ممكن يؤثر في المخ. ولكن معظم الحالات يكون اصلا عندها مبعالي وروح ايروح بالتعارض الطفل للشمس. حلو اللون الاصفر. عموما دكتورة انا بالطرق لموضوع كان تكلم عنه دكتور انور الحمادي في اكثر من مرة. تحييل دكتور انور. طبعا في اطباء في هيئة الصحة في دبي يقولون ان بين 10 الى 15% من الاشخاص يمرون في حياتهم بعرض صحي او اكثر يهدد صحتهم. فالمشكلة هو انهم يتجاهلون ويرفضون الذهاب للطبيب. الامر الذي يؤدي الى تدهور حالتهم فيما بعد وقد يتطور الامر الى الوفاة. عملية تجاهل هذا المرض. انور الحمادي يقول هناك بالفعل نسبة من الاشخاص ممن عانوا من امراض تستدعي الذهاب الى الطبيب خلال السنوات الماضية لكنهم تجنبوا الذهاب للطبيب. كما ان هناك اشخاص يعانون حاليا من مشكلة صحية قد تكون خطيرة ومن الممكن تفاديها ولكنهم يخشون الذهاب للطبيب. واضاف الكثيرون يؤجرون الذهاب الى الطبيب لمدة تصل لسبعة اشهر في المتوسط. كما ان واحد من كل خمسة يلغون مواعيدهم في اللحظة الاخيرة. ومرجعين السبب الى ان زيارات الطبيب تثير مخاوفهم. طبعا اوضح ان الاعراض التي يتجهلها اشخاص عادة ينبغي الذهاب الى الطبيب على الفور لمعرفة سببها. هي السعال المستمر على مدى ثلاثة سابع التغييرات في حركات البول او الامعاء والصداع المستمر وعدم وضوح الرؤية. ايضا في هذا السياق نفس الدكتورة في دراسة بريطانية اوضحت ان 11% من النساء اجلن زيارة الطبيب بعد اكتشاف وجود تورم في الثدي. في حين ان 9% من الرجال البريطانيين لم يذهبوا الى الطبيب بعد العثور على ورم في المثانة. كما ان ما يقارب 40% منهم اجلوا زيارة الطبيب على امل ان تزول المشكلة من تلقاها نفسها في حين ان 24% منهم ببساطة مشغولون جدا للحصول على موعد مع الطبيب. كل هذه الدكتورة وفي 24% اخرون يعني عبروا عن قلقهم من تشخيص الطبيب. يعني انا ما اعرف احسن. احسن اذا عني مشكلة افضل اني ما اعرف. احنا لما نكتشف المشكلة من بدايتها محمود. مش الغرض ان نخوف المريض او نقول اخذ ادوية. تشخيص المبكر دك. مهم يعني احنا نحافظ على صحة. انا دائما اقول الناس يوني عيادة انت تبات تعيش. ان شاء الله يعطيكم الصحة وطولة عمر تسعين ثمانين امية. تبات تعيش لان اخر العمر بصحة. تسعين ثمانين بالامية بصحة. هي هو هذا. تبات تعيش. يعني اقولهم فكر هل انت تبات توصل لعمر الخمسين او خمسة وخمسين. وتلاقي عمرك ملتزن بالفراش. حد تكرر ما زوديك الحمام ويبدلك ويغسرك. ما تبات توصل هاي ارضة للعمر. تبات توصل للعمار الكبيرة. لين اخر يوم. وانت بصحتك وقوتك تسير وترد وتجاب لنفسك وتجاب لامورك. فهو هذا الغرض لما احنا نقول. سووا فحص دوري مستمر. اكشفوا على الامر بشكل مبكر. عشان ما تضاعف عندكم. ايضا شفنا بعض النماذج دكتورة سبحان الله. سوشال ميديا يعني يعرض لنا بعض الاشياء. فشفنا واحد من كبار السن هذا الصيني. ما ان شاء الله يسوي حركات. ولد عمره 13-14 سنة. ما بين المرونة في الجسم. المرونة هي. يعني كم قال عمره اظن في الفيديو. والله ما تذكر سبعين سنة. ثماتسعين ولا سبعين. اه لا سبعين. سبعين شيء كذلك. لكن شفتي يمارس الياضة يوميا. شوف معنا هو كبير في السن. والحين شوابنا لو قلت لهم امشي شوي. يقول اتمرون ركبي تعورني. واحنا نقول. هاي هذا الرسالة للشواب اللي يقولون. ركبي تعورني مارا ما امشي. كيف وصل ركبك تعورك. ترى انت لما تحس بداية الألم في الركبة. كلما يلست. كلما تيبست عليك الركب زيادة. لازم تمشون. حتى لو حسيت بألم خفيف. امشوا. لازم. لازم اه. لازم. اوكي. عموما نحن يعني حاولنا اليوم. قلنا مثل ما سميت دكتورة. الخميس الوينيس. نزيل. فالخميس الوينيس خلينا الحلقة شوية مفتوحة. ما تطرقنا لوايد أمور. يعني. حاولنا نرد. عشان خفيفة بعد تكون. نزيل. دكتور سلمان. منطرج صباح الخير يا أروع فريق إعلامي. ومبروك فوز مصر وبرشلونة. هاي برج حياتك دكتورة. سؤال. في قصور من العيادات بسبب موضوع التطعيمات. ها دكتور. في قصور من ناحية توفر التطعيمات. اي. أعتقد يعني اللي يخصد توفر التطعيمات. أحد كلمنا. أظن محمود من قبل. التطعيمات ترى ما تكون متوفرة ما تكون متوفرة من منظمة الصحة العالمية. مو بس من هيئة الصحة. يكون مصدر الأساسي مش متوفر. وما يأثر في صحة التطعيمات. مو من هيئة كل التطعيمات موجودة عندنا. معظم. الحمد في حد كاتب. السلام عليك ورحمة الله. أتمنى منكم التواصل معي ضروري. إذا تواصلت معها زي ما تواصلت شو في بكرة أو أسبوع الياء. ممكن نحن نشوف شو تبغي. بس اتصلي فيها شو فيها شو تبغي. أيضا في سؤال كيف عالج كسل الغدة بدون أدوية. ممكن الطب البديل. الطب البديل في علاج كسل الغدة أو نشاط الغدة. بس لازم يكون من حد موثوق. لا يحد يقول لك أنا عندي كبسولات تتعالج لك الغدة. لا لازم يكون أحد موثوق. ولماذا أنتم لا تدخلون الأدوية؟ الغدة شيء جدا مهم محمول. يتأثر على عمل الجسم كامل. يعني الناس اللي عندهم فرط نشاط أو كسف الغدة. يلاحظون لما ما يأخذون الأدوية كيف عمل الجسم كامل. التفكير النوم الأمعاء كل شيء يتأثر بالغدة. فلا تجاسفون في هذا الموضوع خصوصا في الغدة. طبعا نقص الغدة الدرقية لتكون في العنق. إلا في العنق. وهذه تزيد الوزن بعد. إذا كانت كسلانة تزيد إذا كانت نشيطة تنقص الوزن. يعني في الحالتين المفروض لا تزيد ولا تنشط. لما تكون ضمن معدالتها الطبيعية. جميل. نحن دكتور وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في مطلع الأسبوع القادم. إن شاء الله يوم الأحد يا جماعة الخير بتكون عندنا حلقة ما نخصصها حق التأمين الصحي. احتمال الأحد أو الأثنين ما تذكر يعني مثلا نتكلم عن الدكتور حيدر ليوسف في هذا الموضوع. هناك أمور كثيرة استجدت في هذا المجال ما نتعرف على تفاصيله. وأيضا كانت هذه الحلقة على طلب المستمعين دكتورة. هناك العديد من الاستفسارات كانت عن موضوع التأمين. وهناك العديد من الحالات اللي المستمعين شافوها على موضوع التأمين. وهناك أيضا خلط ما بين تأمين السيارات وتأمين الصحي. فكل هذه الأمور ما نتكلم عنها. مثل الريال اللي شافت في العيادة. أخبركم سالفة الريال الأسبوع القادم الحين ما أشوقت. فإن شاء الله بس أقول لي إذا يسمعني لا تزعل. والله العظيم لا أني أنا أحاول أدافع عن شركات التأمين. ولا أني أنا واقف مع شركات التأمين. أنا قاعد أطرح الفائدة وأحاول أني أوعيكم بالاستغلال الأمثل لهذه الميزة. هي ميزة وليست شغلة سيئة. عموما حتى نلقاكم نقول لكم دمتم بصحة وسلامة. شكرا حمد المعيوف. شكرا ميثة بن بيات. وشكرا لك دكتورة ندا الملة. شكرا لك يا محمود. وإلى الملتقى إن شاء الله. إن شاء الله. مطلع الأسبوع القادم ودمتم. بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة.